ايوه طيب طيب علي بص بقى ايوه هتتخائل ان انا قاعدة بفكر فيك ولا مش عارفة عيش من غيرك ولا يا حرام حسيت انك هتسبني فاتدمرت انت تبقى عبيت قوي انا كل اللي عايز اعرفه انت بتتصرف كده ليه بتتصرف بطريقة الغنية ليه وموترانش عليها ليه طب بس اهدي شوية انا تنزلت وخليت واحد فلاح زيك يقعد مع اخويا الرائد سيف عبد الرحمن وفي الاخر ايه مش عقبيناك يا حبيبي مثلا محناش قد مقامك الوقت انت غلطنة جدا على فكرة بس انا برضو استهل الكلام اللي انت بتقوليه عارفة ليه لاني اتصرفت بالطريقة الغريبة دي بس انا قلتلك يعني ووضحتلك انني محتاجة فكر شوية ايه تفكر فكر في ايه انت له هتفكر يا اله الا الله مش في الموضوع بتاعنا مش في موضوع اتباطنا انا وانتي لا كان فيه موضوع تاني وكنت عايز اقول لك يعني اله اله بقولك ايه عليا ما تنزل استنيني تحت سواني لغاية مغاير هدومي وانزللي لا طبعا الله ما اني مش حينفع اقولك خش الشجة وادخولي يعني على ساني ادخل فين انت اتحبلت الله عليا ارجوكي ارجوكي استنيني تحت شواني لغاية مغاير هدومي بدل ما اقسم بالله العلاق العظيم حمز لاجري وراكي بالجلبية في الشارع اتفضلي اتفضلي بص بقى انا فكرت تاني ولقيت ان انا غلطانة انا بس الفضول كان هيجنيني كانش صحة ابدا ان انا جيلك ولا انا فوق انت عبارك اصلا مش عايف انا هبطل الحركات دي امتا بفكر بمنته الغباء اني جابلت سيف باشا ما تكلمناش كتير بس وحزت كده حاجة يعني وكنت محتاجة افكر فيها شوية علشان اعرف اقولها لك اني كده لما حب افكر في حاجة مهمة بكفل على نفسي خالص لغاية ما لقيتها حل انا مش عايز اعرف حاجة اصلا وانا لسه هستنك لما اتقلف قصة تبررلي بيها انت بتقطع معايا ليه والله العظيم تلاتة هزلت اني يا دكتورة اكتع معاكي ده انا يا دكتورة ما كنت شاطول ولا احلم في ام من الايام ان واحدة نصك تديني حتى فرصة امال فيه ايه بقى سيف مشعمة نعم يا اخويا مشعمة اسمع مني انا عارف انا بقولك ايه اه ده انت صدقت بقى انك خبير في سيونمي وطالبت معاك غمود وعبقرية صح؟ انا امي عمي كانت بتشوف وحصلت حدثة وحصل لها نزيف وما بجيتش تشوف صحيح ان حالتها مش نفس الحالة اللي حكيها لي دكتور وليد بس الدكاترة كتير جالونا ان هي كانت ممكن تعمل عملية زمان وصفرناها برا بس مش هو ده الموضوع ومش هو ده المهم المهم اني لما جابلت سيف ما شفتش جدامي واحد كفيف انت عارفاني انا بفهم الناس ازاي لا حركاته ولا طاركته في الكلام ولا ترتيب البيت ولا اي حاجة مصبوطة والواضح بجا جوي ان هو كان بيحاول يبين ان هو كفيف يعني فيه سن التمثيل يعني ده غير ابراهيم اللي شغال عنده اللي جابلناه في الكفيف اني عرفت ان هو ما بيعرفش يجرى واعرفت برضه ان هو الوحيد اللي شغال عنده سيف ولما لجيت كتاب في البيت وحاولت اسأله كان حريص جدا ان هو يأكد لي ان فيه حد بيجرهوله ودي حركة ما يعملهاش غير واحد عايز يأكد حاجة مش محتاجة تأكيد ليه؟ لانها مش حقيقة كلام فارغ صد يا اخي انت حقلك طلع قضيع مما كنت اتخيل يمكن يكون بيتهاجلي ولو ان ده احتمال ضعيف جدا بس انا هجولك على حاجة عايزة تقطع الشك باليقين روح يقولي لسيف ان دكتور وليد مصمم ان هو يكشف عليه وشوفي هو حيوافج ولا يرفض انا فعلا غلطانة اني جيتلك وغلطانة اكتر اني خليتك تقرب مني بالدرجة دي ده انت ضايع يا ابني انا مش عارفة انا هتعلم امتى بس سلام عليكم رحمة زياد رحمة رحمة موضع موضع اشتركوا في القناة يا نهاري سود طريق دي زي ما تكون بجد مين اللي مصلحة يعمل كده وليه ودي عايزة سؤال برضو قصدك سيف بصي هو الحاجة الأكيدة اللي ما فيها الشك ان اللي بيعمل كده ايا كان هو مين عايزة ضرني عايزة واقع بيني وبين مراتي لان انا قوي ما دخلت البيت لقيتها لما هدومها سيبالي بنتاعة دنيا على التسريح يا خبر السود جي زمانها بتقول علي ست وحشة وخطفتك منها طب حتى لو سيف عايز ينتقم منك هيعمل كده ليه هيستفاد ايه يعني مش عايزة ممكن عايز يقرس لي ودني قرصة صغيرة كده طب انا زمبي ايه قدت مش رفع علي قضية ايوة يا طريق بس دي حبة غريبة قوي بصي للجانب الايجابي في الموضوع اللي هو ايه بقى ان شاء الله ايوة احنا دلوقتي رسميا وقدام الناس كلها متجوزين اه اه على فكرة يا طار ممكن يكون سيف عمل كده عشان عارف ان انت هتجيلي جاري ويكون زمانه دلوقتي قايل لمراتك وجاية تقفشك على الباب اه 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 وا صحيح انت اه عمرك ما اتجوزتي عبلي كده لا اتجوزت وبعدين وبعدين خني نعم خنك ازاي يعني بص انا ما بقولش ان هو عنده حق بس انا بصراحة كنت على طول برا البيت ودلوقتي بتقاضي في البيت؟ لا طبعا بس احنا زاعتها كنا لسه متجوزين وهو كان راجل عادي واقلم العادي كمان للي بقى في سياسة ولا حقوق الانسان ولا حقوق المرأة ولا يخص كل الكلام ده فكان شايف ان انا طول الوقت برا البيت وان انا زوجة مش كويسة وطول الوقت بعمل لنفسي مشاكل وبعمله هو كمان مشاكل من غير ما يبقى له زمن واصلا بقى ما كانش مقتنع بقى حاجة من اللي انا بعملها وهو اكتشف ان كنتي نشيطة اوي كده فجأة كده لا طبعا بس هو كان فاكر ان هو هيقدر يتعايش معايا ومع ظروف شغلي بس في الاخر اكتشف انه ما يقدرش غريب هو ايه؟ يعني با استغرب انه واحدة يعني حلوة زي كده ما تتوفقش في جوازها والسبب كمان ان الجوز هيكون بخونها ودي مش حالة وحيدة دي متكرارة كتير على فكرة تعملي بقى اصل البني ادم ما بيملاش عينه غير التراب صح صح صيف هو الصياد ايه؟ صيف هو الصياد اللي بيقتل الزباط وغيرهم طرق الكلام اللي انت بتقوله ده كلام خطير جدا وانا عارف انا بقولك ايه؟ وانا لما تأكدت من الحقيقة دي كل حاجة بايتكاملة قداني كل حاجة بقى لها معنى الدوافع التواريخ حتى العلامة اللي بيسابة على ايد الناس اللي بيقتلهم كله بقى ماشي مع بعضه وايه الدليل على كلامك ده؟ انا فيه حاجات خدتها من عنده في البيت هبعتها لسه على المع من الجناقة تتحلل وقعد كده نشوف حاجات ايه؟ لايه الدم اه طريق خلي بالك من نفسك ترجمة نانسي قنقر اهلاً ستة الدكتورة ازاك يا عم إبراهيم الله يسلمك ازاك يا عالية؟ الحمد لله ازاك انت؟ الحمد لله كويس الدكتورة فيه اعمل ايه؟ كويس ما عليش بقى المرة اللي فاتت معرفت شعب معاه بس انت كنت شايفة الظروف وباني وبينك هو اصلا غريب حبتي اه اه طبعاً على فكرة نجايبالك خبر حلوه ايه خير عروسة وردو؟ لا دول ان شاء الله تبقى تختارهم انت بعد كده لوحدك ماشي ان شاء الله دكتور وليد جزناش وصحبتي اللي قابلته معايا قبل كده بكروا؟ مش ده اللي جبتوا يقولي يكشف عليا من غير ما توليلي اللي عايزي يبقى مغني ده انا عايزي تشوفك تاني اصلي بيقولوا انهم لقوا معلاج لحال انا حالتي ملاقاش علاج يا سيدي للتشاؤم ده انا متأكدة انه لو شافك هيلاقي امل ماشي 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 طبعاً غيرت رأيك وتلاقي لا طبعاً انا هكلموا حالاً بس انا لقي شرط انا قلتلك ماشي بس مش دلوقتي خلي الموضوع ده قدام شوية انا مش مستعدة نفسية بس انا مصممة ان دكتور وليدي يشوفك يا سيف الجرائع عالية في ايه يا سيدي خليش شوفك ما يمكن فعلاً يلاقي علاج لحالتك وانا قلتلك مش مستعدة نفسية ايه الاعلاج بالعافية خلينا نغير الموضوع ده نتكلم فيها حاجة تانية دكتورة كويس اني شفتك مالك انتي قلت تعرفيني سيف مش عامل انا ماليش ان انا هتكلم في حاجة زي دي ده انا وصقت فيكي كنت عاوز اجوزك يا اخوي وانا مخونتش الثقة دي حتى لو اللي انتي بتقوليه ده محصلش مخونتش الثقة ازاي انتي عمرك ما سألتيني وعمرك ما تكلمت معي في الموضوع فقلت اكيد انتي عارفة مش عايزتتكلمي كنا مكنتش عارفة حاجة انا لسا عارفة منك دلوقتي ماليش يا امينا اخرت عليكي لأ ما اتخرتيش بس شكلك كده متضايق لأ يا اختي مش متضايق ده نطيرة من الفرحة انا بقى خايفة من ايه؟ ما يسيبوناش الفلوس دي هما مين؟ الناس يا بيت تجمدي قلبك كده خليكي قد اللي انتي عايزة عشان توصليله وبعدين من ساعة من الحكاية بتدت انا عمرك قلتلك حاجة وطلعت غلط لأ بصراحة انتي طلعتي دماغ بس يا رب الموضوع يكمل على خير اصلا احنا لو اتمسكنا هنروح في 500 ده هو في ايه؟ هو انتي في حد شافك او شك فيكي؟ لأ طبعا انا عملت كل اللي قلتلي عليه بالزبط طيب خلاص احنا هنختفي خلاص من عيون الناس وحناخد الفلوس دي وهي اللي هتخبينا وهتحمينا والناس هتصدق اللي احنا عايزينهم يصدقوا مش حاسن ده ممكن يحصل انت بقى عايزة غور من هنا ما تقلقيش انا مستنية توصيله توصيله؟ اه من حد كده هيجي وصنه بس كمان ساعة وده ماليا ايدك منه؟ بص ياهو انا متأكدة ان محدش يعرف حاجة بس برضه قلت اعمل حسابي احسن يحصل اي مفاجآت انا مش فاهم حاجة مش لازم تفهمي حاجة يا امينة محدش يعرف حاجة عن الفلوس اللي معانا وبعدين اللي لي فيها خلاص باع حدخلوا السجن وصيف هو اللي جاب لنا الفلوس من البوليس وتفتكن البوليس هعدل الفلوس كده من تحت ايدي؟ احنا ساعدناهم يوصل للسلاح بخمسين مليون جنيه اخدنا ايه؟ ده اللي بيلاقي حاجة بالصدفة بياخدوا عشر في المية احنا عرضنا نفسنا اللي موت يا امينة مش بس كده انا بنتي اتخطفت مني ده المفروض يدوننا اكتر من كده ولو دوروا علينا بقى يا اختي يوصلوا لنا مفيش مخلوق في الدنيا هيعرف اللي حصل